لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من غزة محمود حمدان رئيس قطاع المعلمين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا يعني ما هي الاستعدادات التي قامت بها وكالة الأنروا بتجهيزها لهذا العام الدراسي الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية نشكر فضيتكم الموقرة على الاهتمام بقضايا الشعب الفلسطيني وخاصة قضية اللاجئين الفلسطينيين وبالأخص التعليم عند اللاجئين الفلسطينيين طبعا بداية صعبة لعام دراسي جديد فيه من الخلق فيه من التوتر فيه من الصعوبة الاقتصادية بشكل كبير جدا يعني يكون قبل شهرين أن الوكالة تقول قد يفتتح وقد لا يفتتح أي وأي أمل عند الطلاب أي شيء طيب عند أولاده وبالتالي هذا أمر يعني فيه من الصعوبة الكبيرة عند الطلاب الفلسطينيين عند اللاجئين الفلسطينيين إذن هي أزمة كبيرة واقتصادية بامتياز مغلفة طبعا بغلاب سياسي منذ أن قامت الولايات المتحدة بإزالة وعدم توفير معونتها للأمم المتحدة أو للأونوروة بدأت هذه الأزمة الشديدة والخلل في عملية بدء العام الدراسي في كل عام في ظل منظومة وفي ظل وضع اقتصادي مزري في قطاع غزة نتيجة حصار ظالم داما حوالي 13 سنة في ظل وجود أكثر من حوالي 100 ألف خريج لا يعملون حوالي 200 ألف عامل لا يعملون حوالي نسبة بطالة فوق 60% وبالتالي هذه أزمة شديدة جدا تعصف الآن بقطاع غزة لدرجة أن ولي الأمر لا يستطيع غير قادر على شراء الملابس البسيطة الحقيبة المدرسية القرطاسية المدرسية لهؤلاء الأبناء على غرار الأزمة الاقتصادية لكن الوكالة مشكورة نعم على غرار الأزمة الاقتصادية التي ذكرتها والتي فعلا يعاني منها الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة وكالة الأنوروة تجاه هذه الأزمة الاقتصادية وتجاه الاستعدادات التي قامت بها لاستقبال هذا العام الدراسي في ماذا تتمثل هذه الاستعدادات؟ طبعا وكالة الأنوروة وإدارة الأنوروة قامت مشكورة بهذه الاستعدادات وأعلنت عن فتح العام الدراسي إن شاء الله في موعده يوم 25 أغسطس طبعا هذا الكلام ما جهزته من مدارس صيانة لهذه المدارس بداية تجهيز بعض الكتب في هذا الموضوع لكن للأمانة هناك طبعا نقص خطير لدى إدارة الوكالة في أمور كثيرة قضية مثلا المعلمين المثبتين هناك الآن ألف شاغر موجود يعني ألف معلم بحاجة إلى تعيين في مدارس الوكالة لا تستطيع إدارة الوكالة تثبيتهم وبالتالي بقوا على نظام المياومة نظام المياومة أخي الفاضل هذا طبعا نظام غير مستقر نظام جدوى التعليمية غير كافية وغير كاملة ويتعرض فيه العام الدراسي للتوتر والقلق والتغيير حينما يتغير على الطالب أكثر من المدارس خلال العام وبالتالي لن يكون هناك جودة تعليمية لن يكون هناك عطاء كامل لن يكون هناك نمو مهني حتى لهؤلاء المعلمين حتى يستطيعوا توصيل رسالتهم التعليمية بالحد الجيد إذن هذه الأساسات سلبا في بعض الأمور في هذا الموضوع في ظل ما وكالة الأنروة كانت لديها استعدادات لاستقبال العام الدراسي كانت هناك مطالب للفلسطينيين بتأجيل هذا العام الدراسي وإرجاءه إذن لماذا الناس كانت تطالب بإرجاء العام الدراسي طبعا هذا الأمر كانت تطالب فيه ليس عبثا وليس شيء من البحبوحة وإنما هو نتيجة الوضع الاقتصادي السيء يعني يريد الموظف أن يتلقى جزء من راته يمثل تقريبا 40% الآن حتى يستطيع الشراء لأبناء مستلزمات التعليم إذن لا رواتب لحتى الآن في هذا الشهر كيف سيشتري لأبناء هذه القرطانسية وهذا الأمر هذا السبب يا أخي الفاضل في الطلب في التأجيل وليس حبا في التأجيل نحن نريد استغلال كل ساعة دراسية واستغلال كل حصة دراسية وبالتالي عندما قامت وكالة الأنوروة بالإعلان عن بدء العام الدراسي نحن فرحنا لأن هذا الأمر طبعا سيؤدي إلى انتظام طلابنا وأبنائنا في المدارس وانتظام معلمينا وانتظام كذا لكن للأسف طبعا هذا يلازم في اتجاه موازل أزمة الاقتصادية الخانقة كيف سيذهب ابنك إلى المدرسة وهو غير مجهز وأمور تعليمية غير جاهزة اتضحت الصورة وصد محمود يبدو أنه فعلا فإذا هذا تناقض شديد أرعب على غرار ما هناك استعدادات من وكالة الأنوروة لكن يبدو أن الأزمة الاقتصادية الخانقة هي فعلا من تؤرق الفلسطينيين شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود حمدان رئيس قطاع المعلمين بيوكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الأنوروة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة